احنا الورض ان ننشئ يسموه حويصرات سكنية او مدن سكنية تعطى بها كافة الخدمات اللي الانسان بحيث مستقر خدمات تعليمية صحية وحتى تجارية صناعية في هذه المناطق ما يحتاج بعد يوميا يدخل الى مركز العاصمة الا وقت ضرورة وعندنا الان مجمع بسماية يعتبر مجمع ناجح جدا واثبت نجاحه والان اكو رغبة والحد الان هو المستخدم الثلاث يعني هم من اصل 106 الف وحدة سكنية يقارب اكثر من 30 الف وحدة سكنية تم سكنها وباقي حوالي 66 الف وحدة سكنية وهذا رقم يعتبر ممتاز اذا سوينا مثل هذه المدن في مناطق اخرى الان بالتعاون كل محافظات مع وزارة البلديات لانشاء مدينة اخرى اسم مدينة علي الوردي قريبة مدينة علي الوردي في منطقة ايضا منطقة بسماية قريبة على بسماية قريبة على بسماية مدينة اخرى اصل ارض حوالي 22 الف دولم لربما اكون محرمات نفطية تصفأ من عدها في 18-20 الف دولم وهذا يعتبر مدينة كبيرة جدا على غرار مجمع بسماية اي اي الان احنا الفكرة ان تكون مدينة فهذه الان بدأ الان اللي تهيئت اول شيء ان نسويها الحدود الادارية الان نعمل على استحداث بلدية لهذه المدينة مدينة علي الوردي في سبيل ان نقدم الخدمات والبنى التحتية يعني بالبداية اضافة لتفكير انشاء طرق تربط هذا المدينة بمركز العاصمة انتذا وفر الطريق حتى نتكرر مثلا صعوبة وفر الطريق سريع بهذا المدينة مدينة عاصمة يصير اكوى راغبة وبعد ماكو داعي الا يسكن فيه